الأجواء المستقرة مستمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع المقبل، التفاصيل بعد قليل بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أهلا بكم من جديد لجميع متابعين ومتابعي طقس العرب نهارا اليوم استمرت الأجواء مستقرة في عموم المناطق لكن هبت رياح شرقية خلال ساعات النهار عملت على زيادة الشعور قليلا بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل مما أو كانت هذه الرياح كما ذكرنا معتدلات السرعة في عموم المناطق لكن نشطت أحيانا مع هبات نوعا ما نشطة خاصة في المناطق الشبه الغورية والمناطق الغورية تفاصيل أكثر حول الرياح تحديدا نستعرضها بهذه القراءة لتوزيع الرياح في عموم منطقة بلاد الشام من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل يوم الجمعة تهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تكون نشطة نوعا ما خاصة في المنطقة الغورية والشبه الغورية تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل تستمر هذه الرياحة الشرقية بالهبوب خلال يومي السبت والأحد مع استمرار الأجواء المستقرة بشكل عام كما ذكرنا هذه الرياح الشرقية استعمل على زيادة الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعة الليل وبالتالي ننصح لكل من يخرج من المنزل خلال ساعة الليل أن يأخذ معه معطف خفيف أو ثقيل حسب الحاجة توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 16 درجة مئوية الملموسة 14 الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة الشرقية الاتجاه توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاثة أيام القادمة يوم السبت 25 درجة مئوية كحرار العلمة عمان الصغرة 16 درجة مئوية نفس الحرارة تنتوقع يوم الأحد ويوم الأثنين مع انتشار لبعض الكميات من الغيوم المتوسطة والعالية خلال ساعات الليل توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم غد نبدأ من المنطقة الشمالية المفرق 26 إلى 14 إربت 26 إلى 17 عجلون 24 إلى 17 وجرش 26 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 26 إلى 16 البرقاء 26 إلى 18 عمان 25 إلى 16 مادباء 27 إلى 17 ربح الميت 34 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 16 الطفيل 24 إلى 16 الشبك 23 إلى 14 معان 26 إلى 15 والعقبة 32 إلى 23 درجة مئوية أخيراً المنطقة الشرقية الأزرق 27 إلى 14 الصفاء 26 إلى 12 ورويشة 24 إلى 13 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكراً للمتاع الوفرة شكراً للمشاهدة